اختتم المؤتمر العالمي السادس للأمانة العامة لدور وحيئات الإفتاء في العالم فعلياته والذي جاء تحت عنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون وأعلن البيان الختمي عن مجموعة من التوصيات وأكد دعم المؤتمر لمصادر عنهم من مبادرات فعالة بإصدار وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي وإطلاق مركز سلام لدراسات التطرف وإطلاق التطبيق الإلكتروني العالمي فتوى برو للفتاوى داعيا جميع الأطراف المعنية لتفعيل هذه المبادرات على كافة الجهات وشدد المؤتمر على الحفاظ على مقدرات الدول وأمنها القومي واعتبار أن أي تهديد لهذه المقدرات يعد تهديدا للسلم العالمي الجديد هو أن نستغل الفضاء المفتوح في توصيل الفتوى إلى من يطلبها الحقيقة نحن وجدنا أن هذا الأمر أصبح ملح جدا جدا في الفترة الأخيرة لما انتشرت الوباء كورونا المستجد فاتجهنا إلى استغلال الفضاء المفتوح حتى نوصل الفتوى عبر الفتوى الإلكترونية أو الفتوى الهاتفية وما إلى ذلك استطعنا أن ننشئ أكبر منصة إلكترونية في عالم الفتوى وهذا إنجاز رائع أيضا أصدرنا المعلمة الإفتائية المصرية حتى الآن صدر منها 22 مجلدا مركز سلام أكبر مركز عالمي لمحاربة التطرف والإرهاب علميا وفكريا أدعو كل المرجعيات الإسلامية المعتدلة أن تواكب هذا التطور العصري وأن لا يغفلوا أمر التواصل الاجتماعي عبر ما يسمى بالفضاء الأزرق بكل أساليبه وأنواعه أن لا يتركوه للمتطرفين هذا المؤتمر مفيد جدا بنسبة الأمة لأن الفتفى المعاصرة الفتفى الرقمية واجب على هذا الوقت واجب علينا موسيقى Eh موسيقى موسيقى موسيقى